نداء عاجل من منصق مبادرة مقاطعة الأسماك في برسعيد إلى سكان محافظة القاهرة القرى في ملعبكم النداء ده له معاني كتير جدا واللي حصل من محافظة برسعيد في هذا الأمر وتابعته محافظات أخرى كتير جدا في مصر تابع مبادرة محافظة برسعيد وحملتها لمقاطعة السمك كان له تدعيات كبيرة جدا وأثبتت أمام كل المحتكرين والتجار أن المصريين بيحققوا مصرهم بأيديهم وأن الثقافة الاستهلاكية للمواطن هي اللي بتحدد التوجه اللي هينتهجه ولو عايز يخفض سعر هيخفضه بس إيد لوحدها ما تسقفش المعلومة التانية رئيس مبادرة مقاطعة الأسماك في برسعيد الحملة ممتدة حتى شام النسيم القصة أنه رئيس أو منصق مبادرة مقاطعة الأسماك في برسعيد قال في تصريح تلفزيوني إن أسعار السمك ارتفعت من قبل رمضان بشكل كبير وده كان فيه مبلغة يعني غير معقولة هو ليه السمك بيرتفع بهذا الشكل بنبص على الأسعار لقينا بـ 200 وبـ 250 والحاجة دي تمنها مية يعني يوم ما تزيد أكتر شوية لكن أجد أن الحاجة سعرها يزيد عن الضعف وده أكلة في متناول المفروض المواطن البسيط العادي لأنه السمك الشعبي اللي المواطن بيأكله اللي هو البولتي أو ممكن الأعلى شوية اللي هو البوري أسعاره أصبحت لا تطاق ولا يتحملها المواطن وبالتالي كان بتكلم على أنه في مدخلة لأحد البرامج أنه مقاطعة الأسماك في برسعيد المبادرة أتت بثمرها بدعم من أبناء محافظة برسعيد وبالمناسبة دي طبعا بنشكر اللي هو قعد الغضبان محافظ برسعيد على تضمنه مع المبادرة تضمنه بعدم ذهاب لسوق السمك بعدم المشاركة في حاجة معينة متعلقة بهذا الأمر فيما يتعلق بسوق السمك فطبعا الراجل تضمن وده جهد مشكور الناس بتعمل اللي عليها وده رسلت هنا المسؤولين المسؤولين عن المناطق الجغرافية المحافظات الناس دي أنت هنا ليك دور كبير المواطن بيعمل اللي عليها هوت وحضرتك ادعمه وسنده ما تسيبش المواطن التاجر وخلاص خلاص المواطن نجح في أنه يعمل حملة ويعمل المبادرة ابن على اللي عمله انزل بقى شدد المواطن بفريش لك الأرض وبيقول لك أنا هسلمك في نهاية المبادرة أسعار السمك على الوضع ده فحضرتك عليك رقابة كبيرة جدا أنه الأسعار دي ما ترجعش تاني ترتفع ده اللي احنا عايزينه إن شاء الله من المسؤول كلهم في مقعهم فكمل الراجل بيقول لك أنه سكان بورسعيد قرر أنهما يدشنوا حملة مقاطعة للأسماك بعد فشل محاولاتهم مع التجار لخفض الأسعار يعني الناس الكلمة مع التجار اللي هما بيعملوا المبادرة دول قالوا لهم يا جماعة السعر ده ما ينفعش السعر ده حرام كتير على الناس كده ما سمعوش الكلام وعلى فكرة التجار أنا مش عايز له الكلمة التانية بس التجار في يعني طالما هم الورقة في ايديهم واللعبة في ايديهم خلص هو يقول لك أنا مش عاجبك ما تشتريش لكن النهاردة لو قطعت مش هيقول لك مش عاجبك ما تشتريش هيتحلع عليك عشان تروح تشتري منه تاني وده درس قوي وقاسي مش بس اللي بتوع السمك بتوع اللحوم تحديدا تجار اللحوم انتو عليكو الدور افطريتو خلال الفترة اللي فاتت وزودتو اسعار وكانت ليكو الحجة الاعلاف بتزيد والدولار بيزيد النهاردة الاعلاف بتنقص والدولار بينقص وما حدش بينزل حاجة في اسعار اللحوم عليكو الدور في الحملات القادمة وانا هنا بنصح المواطن نصيحة لله المبادرات تضامن معها سمعت ان في مبادرة منصقة على سلعة معينة تضامن مع هذه المبادرة مش هتخسر حاجة لكن المكسب الغير معقول من تاجر في سلعة بينعكس على باقية المواطنين احيانا بيقولك انت هنا بتضر التاجر اللي متخصص في سين او في صاد او في عين بدره عشان منفعة الكل وده مثل معروف وقعدة معروفة انك تضر الجزء عشان مصلحة الكل لمدة زمنية قصيرة هترجع تاني تعود بيها المنفعة على الكل لكن اللي بيحصل ده امر لا يعقل مش عشان ارض التاجر افضل فريسة لاسعار مبالغ فيها وهو يرجع يشتجلك وقولك ما انا بشتري كذا وكذا لا الحقيقة ان احنا كثير الشكوى اللي انت بتسمعه ده هو ايضا كثير الصارقة من الناس فطبعا هنا الراجل قال لك احنا حاولنا كتير مع تجار السمك يا اخواننا نزله ما فيش فايدة فطبعا المبادرة لما بدأت بيقولك خمسين في المية على طول نزول في اسعار الاسماك والمبادرة كانت مدتها اسبوع لكن احنا عشان التجار هنخليها لغاية شم النسيم ده محافظة برسعيد وده مبادرة عملها الاهالي او عملها مجموعة شبابية او ايا كانت احنا طبعا نقلنا وانزلنا في المنصورة اهالي برضو المنطقة كانوا عملوا المبادرة واتضمنوا فيها وساعدوا فيها وده كان طبعا اجابي جدا قال كده ان في محافظات كتير انضمت لحملة المقطعة مطالب اهالي محافظة القاهرة خاصة وده اللي انا جاي عشانه او الفيديو عشانه يا اهالي القاهرة القرى في ملعبكم وانا هنا بقول اهالي القاهرة سكان الاحياء الشعبية مش القاهرة التجمع ولا القاهرة الرحاب ولا مدينتي ولا المدن زايد وغيره انا بقول للقاهرة اللي هي شبرة اللي هي حتى احياء الجيزة المجورة بقول للقاهرة عبدين بقول للقاهرة السيدة زينب بقول للقاهرة كل الاحياء الشعبية اللي فيها المواطن اللي زي المحافظات التانية بتاع مصر انت زيك زي المواطن الاخر شباب المناطق الشعبية لو هتعملوها وده نصيحة ليكم لو هتعملوها باسم احياء شبرة هتقطع تقوم حي مثلا القهرة كبيرة فانا بقترح هنا يعني احنا بنحاول نجيب افكار لان واحد يقول لك ايه القهرة مش هنعرف نلمها لان فيها كذا وفيها كذا تقول لك تعال اعمل مبادرة بعبدين اعمل مبادرة مثلا في المانيل اعمل مبادرة مثلا في سيدة عيشة اعمل مبادرة مثلا في شبرة وامشى على المنوال ده هتلقى الاحياء كلها هناك عملت المبادرات دي واستمرت فيها فبيقول هنا احنا قفلنا الباب من عندنا الحنفية قفلت فالتاجر هنا هيضطر اللي بيجي عندي او اللي بيبيع عندي هيضطر اما انه يستجيب لنا او يبدأ انه يلجأ لمطاعم المأكلات البحرية في القاهرة لازم القاهرة تكون قبلنا اقفلوا من عندكم فهو طبعا بما انه في المبادرة فعارف ده هيروح فين وده هيروح فين والتاجر هيروح فين وهيعمل ايه اللي بيحصل ده بيزبتلك انه احنا لما منقف مع بعض لما نكون ايد واحدة في حاجة بتتم بفضل الله ومصر مبنية على كده مصر مبنية انها دولة محمية بهذه الطريقة بانه الناس متكتفة انه الناس دي خايفة على بلدها في كل المجالات حتى في المجالات الامنية وكده كل الناس تخاف على بلدها في البلد مستقر الحمد لله لكن في حتة الاقتصاد او في حتة الاسعار دي فلتت مننا شوية واحنا الحقيقة المبادرات دي كان ممكن تكون بدر شوية لكن تدرك الشيء يعني ان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي فاحنا جينا وعملنا حاجة كويسة ان شاء الله نستفيد بيها ونفيد بلدنا والسكان القاهرة ياريت تشاركوا هذا الفيديو عشان المبادرة دي او الطالب ده يصل لسكان محافظة القاهرة عليكم دور كبير جدا في انجاح العمل اللي بدأ واللي تم انجازه بشكل كبير جدا واللي محتاج دعمكم عشان ينجح ويتم تثبيت اقدامه اكثر واكثر بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته